السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم مع هذا الدرس القصير الذي سوف أهتيكم من خلاله بطريقة سحرية جدا لإتقال اللغة التركية لفظا ومحادثة وقراءة وكتابة هذه الطريقة مجربة وأنا شخصيا قد قمت بتجربتها على عديد من طلابي وبفضل الله أعطت نتائج مبهرة ولكن قبل الحديث عن هذه الطريقة السحرية هناك بعض ملاحظات ألهامة التي يجب أن يتقيلت بها كل شخص يود تعلم لغاما أي لغة كيعنية؟ أولا يجب أن نستمع كثيرا يجب أن ندرب أذننا على الاستماع بشكل متكرر دائما نستمع إلى النشرات الإخبارية باللغة التركية ونستمع إلى المسلسلات التركية وهكذا طبعا ليس من الضروري يفهم الحوار بأكمله يكفي أن نستمع حتى ولكن لا نفهم ففي الوقت الذي نكون نحن غير مدركين لمعاني هذه الكلمات هناك مستوى آخر في العقل يعمل هناك لا شعور يجب علينا أن نشغل لا شعورنا هذا القسم من العقل هو الذي سيضمن له في المستقبل تعلم اللغة بشكل سريع جدا وبدون أن أدرك ذلك سأرى نفسي تلقائيا أنطق الكلمات والجمل بشكل صحيح وهناك ملاحظة مهمة جدا وهي ضرورة حفظ كمية كبيرة من الكلمات يعني يجب علي أن أحفظ مجموعة كلمات بجذر الكلمة اللواحق والقواعد وكل ذلك أهمني كثيرا إذا لاحظتم خلال 12 درس محادثة التي قمت بنشرها على قناتي على اليوتيوب كنت في نهاية كل محادثة أضع جدول فيه مجموعة من الكلمات المطلوبة للحفظ فحفظ هذه الكلمات مهم جدا وبعد ذلك كنت أقوم بشرح قاعدة ما ولكن من شكل سريع ولا أؤكز كثيرا على القاعدة التركيز دائما كان يكون على حفظ الكلمات وحفظ القوالب العبارات الجمل إلى آخرين حفظ مجموعة كبيرة من الكلمات في جذر الكلمة يعني مثلا إذا قرأت أنا الكلمة طويلة مثلا ديش تيرابيلير لع فأنا لا أعرف كل اللواحق ولكن مجرد أن أقرأ أول بغرة أحرف من الكلمة ديش أعرف أن الموضوع يتكلم على التغيير ديش تغيير أرشاد كيليردان مثلا هذه الكلمات تتكرر كثيرا مع طلاب المدارس مجرد ما أقرأ أول بغرة أحرف أرشاد أعرف أن الموضوع يتحدث عن الأسفل الذي في الأسفل فيجب أن أركز على جذر الكلمات بدون اللواحق ثم في المرحلة التالية أتعلم جميع اللواحق وأتعلم جميع القواعد بإذن الله في القواعد ضرورية ولكن تأتي فيه مرتبة ثانية بعد مرتبة حفظ الكلمات المرتبة الأولى لحفظ الكلمات حفظ الكلمات مهم جدا وأود أن أطمحنكم إلى معلومة هامة جدا وهي أنه لا يوجد إنسان أبدا على سطح الأرض يحصل لغة كاملة مئة بالمئة يعني نحن على مستوى أننا عرب فبتأكيد لا أحد من بين العرب على إطلاق يحصل اللغة العربية مئة بالمئة بالكاد نعلم من اللغة العربية سبعين حتى ثمانين بالمئة وكذلك الأطراب فأفضل إنسان تركي حاصل على دكتوراه في اللغة التركية لا يحصل تسعين بالمئة من اللغة التركية أما العوام الذين نحن نحتك معهم ونتعامل معهم باستمرار فهم لا يحصلون 60 إلى 70 بالمئة من اللغة فقط فأنتم إذا وصلتم إلى نسبة 50 بالمئة من إدراك اللغة فقد أنجلتم إنجاز عظيم جدا 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 وهذه الطريقة التي سوف نشرحها اليوم بإذن الله سوف تساعدكم على الوصول إلى هذه النسبة بسهولة ولكن يجب أن تعلموا جيدا أن تعلم اللغة لا يكون بالسرعة والاسترجال التعلم اللغة يحتاج إلى وقت يحتاج إلى صبر اللغة تعني بحر كبير لا ينتهي لأبدا مهما تعلمنا اللغة نبقى بحاجة لتعلم المزيد لذلك يجب علينا الصبر وعدم الاسترجال وممارسة هذه الطريقة على الأقل لمدة سنة وبعد ذلك نلاحظ أنفسنا أننا أصبحنا في مستوى عالي جدا بالتحدث والفهم والاستيعاب للغاية التركية الآن لنبدأ بشرح هذه الطريقة الفعالة جدا لتنمية ثلاثة مهارات لغوية في نفس الوقت ستنمي لدينا مهارة القراءة ومهارة الكتابة بدون أخطاء إملائية ومهارة اللفظ السليم أولا يجب علينا أن نحصل على أي كتاب لغة تركية وقد يكون كتاب بدرسي أي كتاب مكتوب بداخله كلام تركي ليس هناك أي فرق طبعا وسنحتاج إلى جهاز حانسو أو إلى جهاز هاتف نقال وسوف ندخل إلى موقع جوجل ترانزليتر المشهول جدا وهو موجود كموقع على الويب وموجود أيضا كتطبيق على الهوارتينف الزكية طبعا كما تعلمون هذا الموقع يقوم بترجمة الجمل إلى اللغة العربية ولكن بشكل غير دقيق لذلك هذا القسم من الموقع لا يهمنا أبدا نحن يهمنا هذا القسم فقط القسم الذي سوف نكتوب فيه الجملات التركية الآن أخذنا كتاب يتحدث عن اللغة التركية بشكل عام لا يهم أي كتاب وقمنا بفتح صفحة عشوائية حيث لا تهم أي صفحة ونمسك هكذا ونختار أي جملة تصادفنا ويفضل في بداية الأمر نبدأ بجملة بسيطة وقصيرة وثم تدريجيا نستخدم جملة أطول وأصعب من أجل أن نطور مقاراتنا أكثر الآن لنفترض أخذنا هذه الجملة نقوم بكتابتها ضمن هذا الموقع نقوم بكتابتها في البداية الأشرف اifying تهوي الأشرف اكمлюд البته اكمل ا liter هو عن نقطة كتبنا الجملة بهذا الشكل الآن بعد اختار الجملة بهذا الشكل نقوم بالضغط على هذا الزر لإستماع الجملة كما سوف يظهرها البرنامج الآن بعد استمعنا إلى الجملة إذا ضغطنا مرة أخرى على نفس الزر يعيد الجملة بشكل بطيء كما سوف نراحظ الآن قمنا بالإستماع إلى الجملة مرتين مرة بشكل سريع ومرة بشكل بطيء ويمكن أن تكرارها حدة مرتين وبعد ذلك نقوم بحث الجملة ونقوم بالضغط على هذا الزر هنا زر التسجيل ونسجل نحن الجملة بلساننا ونلاحظ إذا قامت البرنامج بكتابة الجملة هنا بشكل صحيح فهذا يعني أن لغضي صحيح وإذا قامت بكتابتها بشكل خاطئ فهناك خطأ في طريقة لغضي الجملة لنتابع نضغط هذا الزر وإذا قامت بكتابتها بشكل صحيح وإذا قامت بكتابتها بشكل صحيح كامل فإذا قامت بشكل صحيح żeby تم الكتاب الجملة بشكل خاطئ تماما هذا دليل على ان لفظي ليس سليم لذلك يجب ان ادرب نفسي اقوم بحثف الجملة وعادتها من جديد اضغط على ثبت تسجيل من جديد واحيد لفظي الجملة مرة اخرى اذا تم الكتاب الجملة بشكل صحيح فهذا يعني ان لفظي الجملة صحيح الان نختار جملة اخرى ونقوم اولا بكتابتها صحيح الفيديًا تحضر الان كتاب الجملة تمام والان اقوم بحثفها وثم تسجيلها بصوتين عندما يقوم بكتابتها بشكل صحيح فهذا يعني ان لفظي صحيح وسليم طبعا في هذا التسجيل قد لا يبدو لكم ان لفظي سليم ولكن عندما انتم تتحدثون مجاشرة الى جهاز الحاسوب او الهاتف المحمول فيكون الصوت اصفى من ذلك وتتأكدون من انكم تتكلمون بشكل صحيح الان لاخذ جملة اخيرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سبعنا اشتركوا في القناة سعودك ايتيم وعطيقل هزمتلرى اكثر تمام الان اقوم بحثفها وثمتجيلها بصوتين سعودك ايتيم وعطيقل هزمتلرى اكثر طبعا هذا القسم الذي هو القسم الترجم الى اللغة العروية لا يهمن اطلاقا لانه لا يترجم الكلمات بشكل صحيح كما نلاحظ هنا طبعا نحن يجب علينا قراءة الجملة بشكل بطيء قدر الامكان ونتأكد من ان لغتنا صحيح ومع التمرين نستطيع الاسراع اكثر في قراءة الجملة سنعيد اختراءتها بشكل سريع ساوك ايتيم في اوثيابيز متلر ياركسار نلاحظ انني عندما اخطأت في لغة كلمة واحدة فورا اكتشبها وكتبها بشكل خاطئ لذلك اقوم بحثها وتسجيلها من جديد ساوك ايتيم في اوثيابيز متلر ياركسار كما نلاحظ تمن كتابتها بشكل صحيح فهذا يعني الانما لغة صحيح وهكذا اذا اعزائي المتابعين كما لاحظتم هذه الطريقة مفيدة جدا وعالة جدا من اجل اتقان لفظ الكلمات بشكل سليم فانا انصحكم جميعا وبشدة بممارسة هذه الطريقة وان لا تيأسوا على الاقل يوميا نصف ساعة من وقتكم خصصوه للتدريب في خلال نصف ساعة تستطيعون على الاقل كتابة عشرين جملة والاستماع لها واعادة قراءتها من جديد وتسجيلها وبذلك يتحسى مفقكم للكلمات كثيرة واتصلون الى مستوى الراقم في اللغة ان شاء الله ارجو ان تكون هذه الطريقة قدنا لتعجابكم ولا للنقاء في اخرى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته